أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن سقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صلاة الجنازة في مسجد الشيخ حميد القاسمي عصر اليوم على جثمان شهيد الوطن الملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي أحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذي استشهد خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن شهداء الوطن هم أبناء للوطن كله ومبعثوا فخر واعتزاز لشعب الإمارات بما قدموه من تضحيات في آداء واجبهم الوطني حيث سطروا ببطولاتهم تاريخاً مجيداً للدولة وسيجوا حدودها بدمائهم الطاهرة ورفعوا رايتها عالية كما أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وشيوخ القبائل وكبار المسؤولين وقيادات من منتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين ودعا الجميع المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما أدت الجموع اليوم صلاة الجنازة بمنطقة ضدنا بإمارة الفجيرة على جثمان الشهيد محمد سعيد الحساني أحد جنودنا البواسل الذي استشهد خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وأدت جموع غفيرة من المصلين في جامع ربيع بن عامر صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ثم شيعته إلى مثواه الأخير حيث وري الثرى في مقبرة ضدنا وتوجه الجميع إلى المولى العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم أهله وذويه الصبرى والسلوان كما شيعت الجموع في مدينة العين اليوم جثمان الشهيد النقيب أحمد خليفة لبلوشي أحد أبناء القوات المسلحة البواسل الذي استشهد خلال عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وأدى الجميع صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد شهداء القوات المسلحة بمنطقة الجاهل في مدينة العين ثم شيعوه إلى مثواه الأخير حيث وري الثرى في مقبرة المطاوعة وتوجه إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم أهله وذويه الصبرى والسلوان ترجمة نانسي قنقر